ورى الحديث نضم لنا في الأستاذ الكاتب والمحلل السياسي عبدالسطار الشميري أستاذ عبدالسطار مرحبا بكم أهلا وسهلا بكم لماذا تأخر إطلاق سراح الأسرة والمعتقالين عن موعد اتفاق الحكومة والميليشية من ثلاثة أسابيع؟ نعم هذا هو تأخر كثيرا بل تأخر لثلاثة أسابيع أخيرا وهو تأخر منذ محادثات الأردن وعمان الميليشية الحوثي أرادت أن تبتز الحكومة وأن تحصل على صفقة غير عادلة بحيث أنه في أي صفقات أسراد غالبا ما يكون الكل مقابل الكل العاشرة مقابل عاشرة ألف وهي حاولت أن تدخل أو تميز نفسها بأن تحصل على أعداد كبيرة والحكومة الشرعية تحصل على أعداد أقل وهذه معادلة غير وازنة في الجانب الإنساني وقد حصلت على ذلك لكن مهما كان الحكومة الشرعية تنظر بالبعد الإنساني فتتنازل والفارق الجوهري أن ما تخرجهم الميليشيات من أسراها هم مقاتلين يعودون إلى القبهات أما أسرا الشرعية فمعضبهم ناشطين أو صحفيين أو قيادة سياسية نادر ما يكون هناك رجال أو جنود في المعارك تم أسرهم ولذلك الجماعة الحوثية حاولت أن تلعب بالوقت وأن تبتز وأن تخرج بأكبر قدر من المكاسب وتؤجل وترحل بعض الأسماء التي كان متفق أن تخرج أقلتها على حسب إلى ما بعد رمضان لكن أليكن هناك في الاتفاقية إلزام بأي معينة مثلا لتسليم الأسرة والمعتقين لأنها فترة مفتوحة حسب اتفاق الميليشي مع الحكومة طبعا هذه اللجانة الداعمة من الأمم المتحدة والصليب الأحمر هي أحيانا جانب لوغيستي هناك مجال تأمين هناك مجال نقل هناك فهناك أمور فنية كثيرة أحيانا الميليشيات تعقدها وربما تبتز الأمم المتحدة من خلف ستار فيها أيضا بعد أن توقع وبعد أن تتمم كل شيء يعني تحاول أن تبتز لا تخرج الأمور بسهولة أحيانا مثلا يطلبون في الطائرة ذاتها التي أحيانا تنقلهم من محافظة إلى محافظة يطلبون بعض نقل أفرادهم كما حصل في هذا المرات بعض طائرات الأمم المتحدة نقلت قيادة حوثية إلى سلطنة عمان وهذه الكارثة لا نعلم بالضبط ماذا تريد الجماعة الحوثية من الاستفادة من التطويل في الوقت لكن لا شك أن الأيام ستكشف أن هناك سببا ما يجعلها تقوم بهذا الطلب وبتمديد الوقت إلى أكبر وقت ممكن طيب أستاذ عبدالستار يعني إخراج تسجيلات ما تسميه الإعلام الأمني قبل وقت قصير من إعلان اتفاق الأسراء لماذا حريصة الميليشي على إخراجه في هذا الوقت؟ ما يتعلق بماذا؟ تسجيلات الأمن القومي طبعا الجماعة الحوثية تمارس حربا نفسية وداعية متعددة لديها شبكة إعلامية كبيرة لديها أيضا تصنط وتقسس على منظومة الشرعية العسكرية والمدنية والقيادات هناك بجوار خليق عدن سفينة إيرانية كبيرة كان اسمها تشيفيز تقريبا تم مدها بمجموعة من الاتصالات السلكية وهذا العمل يأتي ضمن هذا الإطار ضمن الحرب التي تمارسها الجماعة الحوثية على التحالف العربي وعلى الشرعية باستخدام كل وسائل التضليل سواء عبر دعاية إعلامية عبر مطابخ عبر معلومات أحيانا تتم حقيقية تكون من ضمن صفوف الشرعية إذن هذا الأمر ضمن منظومة عمل منظومة عمل كبيرة لها مطبخ خاص مطبخ يسمونه هم ظاهرا الإعلام الحربي أو الإعلام الأمني لكن في الحقيقة هو منظومة تقسسية شاملة مزودة أيضا بخبرات من حزب الله للإرهاب النفسي والتضليل المعلوماتي بكل أشكاله وطرقه هل ترى أن الخطوة التي تمت في جنيف تحمل آمالا بتحركات بعدها تحقق ولو قدرا يسير مما تضمنه التسوية الشاملة في تقديري الخاص أنه لا علاقة لهذا العمل الذي تم بموضوع التسوية على الإطلاق هذا العمل طويل هو موضوع ملف الأسراء يبحث منذ سنتين هذا الملف كان على قيد الإختمار ما جاء من التسوية جاء لاحقا هذه نقطة ثانيا البعد الأسرى دائما الميليشيات هي مستفيدة هي مستفيد أيضا كما نحن مستفيدين في القانب الإنساني هي مستفيدة في القانب الحربي لأن عناصرها مقاتلين فهو كنسة يخرج لا يمكن أن نعتمده كصدق نوايا من الجماعة الحوثية سنفاقى أنه في حديثهم في موضوع السلام وموضوع الحديث في الحل الشامل حديثا مختلف تماما سقفهم مرتفع جدا ويحلمون بأحلام فوق مستوى الدولة وفوق مستوى الشعب وفوق مستوى التنازلات التي يمكن أن تقدم فهو ليس مقدم كما يطرح البعض لكنه مصدر تفاؤل هو مدمك إنساني مهم من أجل أبناء الأسراء من أجل الأسر ونحن متفائلين به وفرحين به مع قدوم الشهر الفضيل لأنه سيشكل فرحة بالنهاية في وسط العتمة التي فرضتها الحرب لاسيما القيادات مثل محمود الصبيحي هذا رجل مناضل من طراج رفيع ورجل دولة من طراج رفيع ورجل عسكري ربما هو أبرز من يوجد في القندية اليمنية عبر في التاريخ الحديث عملا وسلوكا ونزاهة وقد خروقه في حد ذاته يعتبر مكسب كبير جدا أنه ضحى وأسر وهو في ميدان المعركة من هذا الباب يمكن قياس التفاؤل لكن أن نأخذ هذا التفاؤل كمنظار أنه مدمك أو أنه مهاد لحل شامل لا أظن ذلك على الإطلاق